في حين انه اسرائيل اليوم موقع اسرائيل اليوم يتحدث عن اردوغان يحارب من اجل مستقبله وبيتسألوا وبيشوفوا انه المصالح ربما ما بين الدول الاوروبية وبين تركيا كبيرة وبالتالي بعد ظهور نتيجة هذا الاستفتاء قد لا يكون في هذا المقال لا يالا زيسر نتيجة الاستفتاء مش بالضرورة هي اللي هتحكم هذه المصالح او ما يحدث ما بين تركيا وبين الدول الاتحاد الاوروبي تحديدا بتقول الكتب هذا المقال بيقول انه اردوغان بينظر عادة في الغرب انه بيحاول يعيد تاني تركيا للعصر العثماني والامبراطورية العثمانية وبيتحدثوا انه في الماضي كان دايما اردوغان في مثل هذه الاستفتاءات او الانتخابات بيستخدم اسرائيل من وجهة نظر يعني كاتب المقال في حملته الانتخابية وبيهاجم اسرائيل بشكل كبير كي يكسب اصوات داخل تركيا بيروا انه الان هو قرر انه يغير من استراتيجيته واصبح بيستخدم الان اوروبا والدول الاوروبية كي يؤكد داخل تركيا انه بيحافظ على استقلال تركيا ومستقبل تركيا ولانه كمان على الجانب الاخر مع المشاكل مع اوروبا على الجانب الاخر اسرائيل هناك عملية من عمليات اللي اوصفت في هذا المقال بانه ذروة عملية التطبيع ما بين تركيا وبين اسرائيل وبالتالي قد لا يجوز استخدام هذه المرة اسرائيل في حملاته الانتخابية والتي لم يستخدمها بالفعل اشتركوا في القناة